موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم محادث صحافة نبدأها من صحيفة الدل التليغراف البريطانية التي نشرت تقريرا للويسا لوفلوك بعنوان الموت في البساتين انهيار النظام السوري حيث أكد التقرير أن دفاعات النظام السوري تتهاوى أمام هجمات مقاتلي المعارضة على عدة جبهات بعد تعهد الأسد بإنقاذ المئات من قواته الذين كانوا محاصرين في آخر معقل لهم داخل أحد المستشفيات بمدينة جسر الشغور الشمال غربي سوريا ووصفت الصحيفة محاولة فرار جنود الأسد تحت غطاء هجوم جوية للنظام وكيف أن هجوما استباقيا للمعارضة ومعها جبهة النصر أفشل تلك المحاولة وأدى إلى سقوط المئات منهم بعد محاصرتهم في بساتين على أطراف المدينة بحسب رواية متحدث باسم المعارضة وقال المتحدث إن الجنود توجهوا إلى البساتين المحاصرة وكانت المعارضة قد حفرت نفقا تحت المستشفى بهدف تفجيره لكنها فضلت اقتحام المبنى مع بدء الغارات الجوية وتمكنت من أسر أو قتل معظم الجنود حتى بلغ عدد القتلى 208 بينهم ضباط كبار وأشالت الصحيفة إلى أن الهزيمة في جسر الشغور المحطة النهائية لقوات الأسد في محافظة إدلب الشمالية مؤشر على انهيار عسكري أوسع كما أنها تفتح الطريق لمهاجمة محافظتي حمص وحمى من الغرب بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية من الشرق ونشرت صحيفة الجارديون البريطانية تقريرا لكريم شاهين بعنوان اتهامات للحكومة السورية بشن 35 هجوم كيميائيا منذ آذار الماضي وقالت الصحيفة إن واحدة من هذه الهجمات أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال مع أبيهم وأمهم وجدتهم في منتصف آذار حين سقط برميل متفجر به غاز الكلور على قرية في شمال السورية وبحسب التقرير فقد وثق أطباء أعمال إغاثة 35 هجوما ببراميل متفجرة بها غاز الكلور منذ ما يزيد قليلا على شهرين واستبعدت الجارديون أن تمارس الولايات المتحدة أي ضغوط على بشار الأسد بعد الأنباء الأخيرة عن استخدام أسلحة كيميائية على الرغم من أنها كانت تصريح بأن هذه الأسلحة خط أحمر ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما فاجأ المتابعين في مؤتمر صحفي بكامب ديفيد حينما قال إن الكلور لا يصنف تاريخيا كسلاح كيميائي نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالة لطارق الحميد تحت عنوان داعش بأسلحة أمريكية أشار فيه الكاتب لأنه منذ بداية الثورة السورية وخصوصا بعد الانعطافة الدموية التي أوجبت دعم الجيش السوري الحر بالأسلحة لمواجهة جرائم نظام بشار الأسد المدعوم من إيران والميليشيات الشيعية المتطرفة كان موقف الإدارة الأمريكية ورفض تسليح الجيش الحر وثوار السوريين وبعد أن لفت إلى أن عذر الإدارة الأمريكية المعلنة هو الخوف من وقوع تلك الأسلحة بالأيد الخطأ أبرز الكاتب أن ما حدث ويحدث تحديدا في العامين الأخيرين في العراق وسوريا يخالف كل ما قالته الإدارة الأمريكية موضحا أنه في كل انسحاب مثلا للجيش العراقي أمام داعش تسقط الأسلحة الأمريكية بعيد تنظيم المتطرف ولا تزال الإدارة الأمريكية ورغم كل ذلك تواصل دعم حكومة بغداد بالأسلحة كما نوه الكاتب لأنه مع انسحاب القوات الأسدية من تدمر مثلا وقعت أسلحة وذخيرة بيد داعش لا بيد الثوار السوريين المعتدلين وبات داعش فاخر بما اغتنمه من أسلحة يستخدمها في العراق وسوريا ولفت إلى أنه بالرغم من كل ذلك لا تزال الإدارة الأمريكية تتردد في تسليح الجيش السوري الحر وثوار المعتدلين رغم انتشار المتطرفين بسوريا وتقدم داعش هناك مع ضعف واضح للنظام الأسدي وخلص الكاتب لأن الفشل الأمريكي ليس في العراق وحسب بل وفي سوريا وجل المنطقة وأبسط مثال رفض تسليح المعتدلين في سوريا والعراق رغم أن الأسلحة الأمريكية وغيرها تسقط يوميا ويوما بعد يوم ويوم بعد آخر بيد داعش الذي بات مسلحا بأسلحة أمريكية ونطالع في صحيفة الحياة اللندونية مقالم بقلم جويس كرام تحت عنوان هل ينتقل حزب الله إلى الخطة بي في سوريا أشارت فيه الكاتبة إلى أنه مع دخول حرب حزب الله في سوريا عامها الرابع تحيط ملامح التخبط وغياب الرؤية الاستراتيجية بهذا الانخراط وسط تراجع النظام السوري على الأرض وازدياد الكلفة اللوجستية والقتالية للحزب في النزع ومن هنا تقول الكاتبة قد يتدارك الحزب هذا النوع وهذا المأغزق بتغيير نوع مهمته في سوريا وتحويلها إلى ضبط الحدود وحماية مسالك إيصال أسلحته والسعي لضمان حد أدنى من العمق الاستراتيجي الذي وفره النظام السوري تاريخيا له عبر حماية دمشق والابتعاد عن المعارك الشمالية موضحة أن مثل هذا التحول قد يشتري بعض الوقت للحزب إلى حين دخول إيران خط المفاوضات على سوريا والذي قد يصبح سالكا بعد الاتفاق النووي هذا الصيف ولفتت الكاتبة إلى أن شراء الوقت يستلزم من حزب الله حجد قاعدته الشعبية وسط تململ داخلي من من ضحوا بأبنائهم في حرب لا هدفها مقنع ولا استراتيجيتها رابحة مبينة أن دخول الحزب الحرب السورية يرسخ واقع الاستنزاف والتشتت الذي ترحب به إسرائيل والولايات المتحدة وترى في تمدد الحزب والمواجهة بينه وبين تنظيمات تعتبرها واشنطن إرهابية سيناريو مثاليا يلهي الجميع عن إسرائيل ويضعفها في الوقت نفسه ورأت الكاتبة أن العام الرابع لحزب الله في سوريا قد يكون الأصعب مع تقلص خياراته وتحسن قدرات المعارضة مبرزة أن الانتقال إلى خطة بي وعدم الغرق مع النظام قد يصبح ضرورة استراتيجية للحزب إذا تعذر الخروج واستحالت الانتصارات الإلهية في صحيفة العرب اللندنية نقرأ مقالا لأحمد عدنان تحت عنوان أيام حزب الله الأخيرة تناول فيه كلمة أمين عام ما يسمى بحزب الله في يوم الجريح المقاوم أوضح أن نصر الله ألغى تماما شعار مقاومة العدو الإسرائيلي لصالح محاربة التكفيريين كما أنه سطح معنى الصراع في بعده العربي الإيراني وبعده ضد الاستبداد في سوريا لصالح حرب وجودية تستهدف الشيعة كلهم ووحدهم لا ما يسمى بحزب الله فقط وفي سبيل ذلك يضيف الكاتب أعلن السيد عن احتمالية إعلان التعبئة العامة والقتال في كل مكان مع استعداد للتضحية بنصف شيعته ليعيش النصف الآخر بكرمة خصوصا بعد تحالف السعودية وقطر وتركيا ضيضة ولفت الكاتب إلى أن حسن نصر الله يعيش ورطات متوالية منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري والخروج البعثي المذهل من لبنان مبينا أن البندقية التي تشدقت بشرف مقاومة إسرائيل انكشفت تبعيتها الخارجية حين توجهت رصاصاتها إلى صدور اللبنانيين باختيال شهداء ثورة الأرز ثم أحداث أيار الفين وثمانية وبعدها تمادت البندقية غيا وتغيانا حين اصطفت ضد عمقها العربي سوريا وعراقيا ويمنيا وخليجيا واصطفت ضد هويتها الإسلامية بمحاربة السنة وخلص الكاتب إلى أن نصر الله يراهن الآن بكل ما يملك في الانتحار لا في النجاة وخطاباته وسياساته منذ انطلاق العملية العربية عصفة الحزم بقيادة السعودية بمثابة أوراق نعي لحزبه وللمشروع الإيراني فمن يتجاوز حجمه المحدود يقفز قطعا إلى الموت المحتوم صحيفة ميلاد التركيا نشرت مقالا لعاكف جميل بعنوان فعاليات اللغة العربية وطلاب الأئمة والخطبة حيث نظمت وزارة التعليم الوطني في تركيا خلال الأسبوع الماضي فعاليات النسخة السادسة لمسابقة اللغة العربية في مدينة قيصري الواقعة وسط البلاد واستمرت الفعاليات لمدة ثلاثة أيام حيث شهدت إقبالا كبيرا من قبل طلاب الأتراك والأجانب للغة العربية مكانة خاصة لنا كمسلمين فاللغة العربية هي اللغة المشتركة لجميع المسلمين اللغة العربية قبل كل شيء هي اللغة القرآن ولكي نستطيع فهم تعاليم الكتاب المقدس علينا إتقان اللغة العربية ثلث الأمة الإسلامية في وقتنا الحالي ينطقون باللغة العربية ومن الضروري أن يتقن المسلمون الأتراك هذه اللغة كي يسهل علينا الاتصال بهذه الأمم إتقان اللغة العربية ضرورية بالنسبة لقطاع السياحة أيضا فالسياح العرب يتوافدون إلى تركيا بكثرة وعددهم في تزايد ملحوظة وإن وزارة التعليم التركية أدركت أهمية تعليم اللغة العربية لذلك قامت بالإقدام على تنظيم مثل هذه الفعاليات وجعلت تعليم اللغة العربية كمادة اختيارية في الثانوية العامة وذلك إلى جانب اللغة الإنجليزية فعاليات اللغة العربية التي نظمتها وزارة التعليم بالتعاون مع جمعية أكاديمية اللسان التركية بعثت نوعا من السرور في نفوس طلاب مدارس الأئمة والخطباء سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية وهنا لابد لنا من ذكر بعض المكاسب التي اكتسبها طلاب من هذه الفعاليات لفتها الانتباه إلى ضرورة تعميم تعليم اللغة العربية في كافة مراحل التعليم بالنسبة لمدارس الأئمة والخطباء وإظهار مواهب الطلاب المشاركين في الفعاليات وزيادة اهتمام الطلاب اللغة العربية المساهمة في انفضاح الطلاب على المجتمع وإيجادهم فرصة للتعريف عن أنفسهم أمام الحضور وأخيرا كانت الفعاليات وسيلة لتعارف الطلاب الوافدين من 81 ولاية تركية بالإضافة إلى الضيوف الذين أتوا من خارج البلاد موقع سوريا نت نشر مقالة لأحمد موفق زيدان بعنوان لا مؤسسات إنما عصابات إجرامية تحكم حيث يقول الكاتب حين أستمع إلى مسؤول أو خبير وهو يتحدث عن خوفه عن سقوط المؤسسات في سوريا ينتابني شعورا الأول شعور السخرية والضحك على أمثال هؤلاء الذين يتحدثون وكأن سوريا الدولة مؤسساتية عريقة والشعور الآخر شعور الحقد على هؤلاء الذين يفضلون المؤسسات على الشعوب وعلى الأوطان وعلى الدماء والأرواح والأطفال والنساء ويصدق القول الشائع نجحت العملية ومات المريض الذي يتباك على المؤسساتية في سوريا لم يتباك عليها يوم فكك الجيش العراقي لصالح ميليشيات طائفية عراقية حاقدة على بني البشر ألا يعلم هؤلاء أن الطاغية المؤسس والابن القاصر اليوم أطلقوا على بلد بكامله سوريا الأسد وأن كل ما تحت وفوق سوريا ملك لهم والملك هنا بمعنى يمنحون الحياة لمن يشاءون ويقطعونها عمن يريدون والدليل هو حجم الإجرام الذي أجرمه النظام بالشعب السوري قتلا لمليون شخص ربما وتشريدا لأكثر من 11 مليون ودمار بيوت ومساجد وأسواق واستخدام لكل ما يخطر على قلب بشر وما لا يخطر من أسلحة حين يقتل في مشفى جسر الشغور لوحده أكثر من 208 ضابط وصف ضابط مواثقين بالاسم والرتبة بينهم ضابط برتبة لواء 11 عميد ومثلهم ضابط برتبة عقيد وضباط آخرون ومن بين القتلى 18 ضابط وجندي من القرداحة لوحدها فلكم أن تتخيل ماذا تبقى من من أطلق عليها زورا وبهتانا المؤسسة العسكرية الشعب السوري يدرك تماما أن المؤسسة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والقضائية وكل المؤسسات أو لا مؤسسات بالأصح إنما هي جزء لا يتجزأ من عصابة حكمتهم بالحديد والنار لعقود وأذاقتهم سوء العذاب ولن تتسامح مع أي فرد من هذه العصابة الانتصارات العسكرية تتوالى في إدلب العز والفداء والحديث يكثر اليوم عن قرب تحرير حلب الشهباء بعد تجمع المجاهدين تحت راية جيش الفتح بحلب والمعلومات من دمشق تريد عن استعداد العصابة الأسدية نقل ملفاتها إلى الساحل لا سيما بعد حديث إيراني عن قرب نقل العاصمة إلى الساحل السوري ولكنه أضغاث أحلام فثوار الشام لن يقبلوا عن التحرير الشامل الناجس بديلا ومن استطاع أن يصمد خمس سنوات في وجه العالم لقادر على المواصلة بدعم شعبه وإخوانه المسلمين والعرب بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة